إزاي أعبد الله سبحانه وتعالى وأنا أحبه؟ طول الوقت، طول الوقت أستمر في العمل، أداوم عليه كل ما داوم على العمل بس بشرط إن كل عمل بعمله أحطه له معنى جديد يعني نفترض إن أنت دلوقتي هتروح تصلي صلاة العصر فصلي صلاة العصر بالمعنى اللي أنت فيه دلوقتي المعنى اللي أنا فيه دلوقتي إن أنا عايز أتعلم فاروح يصلي صلاة العصر وانت بنفسية اللي أنت عايز التعليمي ربنا هيفيد عليك بالنور هتصال لي صلاة المغرب بس صلاة المغرب حستي شوية بأن انت من دايق فروحي صلاة المغرب على أنها هتفرج عليك هامك كل ما تعملي ده وانت بتستمر في العبادة وكل عبادة يكون لها معنى كل ما العبادة هستحلو في قلبك أهم حاجة كمان أن انت ما تسمعيش كتير أي كلام بيكلمك على أن ربنا متربص بيك لا ربنا سبحانه وتعالى مددك ربنا سبحانه وتعالى فتحك فاسمعي كتير عن جمال ربنا ولطف ربنا وكرم ربنا مش بس عشان احنا حتى لما احنا بنخاف من عقابل احنا بنخاف أنه لا يرضى وعشان كده احنا نعمل كده وكل ما نعمل كده كل ما ده يتغير في قلوبنا آخر حاجة نصحت ليكي أن انت تصلى على حضرة النبي كتير قوي وتتعرفي على حضرة النبي كل ما تتعرفي على حضرة النبي أكتر سبحان الله كل ما تعرفي حضرة النبي أكتر كل ما تحسي أن انت بتحب الله وما بقيت حياتك مش هي الخوف من النار وطلب الجنة لا طلب الله وانت مع الله سبحانه وتعالى بتبقي مطمئنة إن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك ويبقى حسن الظن عندك هو الباب الذي تصل به إلى الله سبحانه وتعالى